موسيقى موسيقى تذكر أن المسيح مات من أجل خطيّاك وتذكر أيضا المسيح الذي جاء وقدّم فداء وقدّم خلاص كامل حتى أنت يكون إليك غفران الخطيّا وفداء وخلاص وكمان حياة أبدية وضمان وتأكيد لهذه الحياة لكن نفس المسيح سيرجع في يوم ما ممكن في هاي اللحظة فهل أنت مستعد للقاء المسيح؟ الكتاب يتكلم عن يسوع المسيح عندما يرجع مكتوب عنه عيناه كلهيب بأنار طبعا للقضاء فأنا بدعوك الآن اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت خلاص أطلب الرب مدام يوجد أدعوه وهو قريب الرب عاوز أنك فعلا تترك خطياك التوب وتقول له يا رب ارحمني وتؤمن تضع ثقتك في يسوع المسيح تصور شو الكتاب يقول وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنسير نحن بر الله فيه الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم المسيح افتدانا من لعنة النموس اتصار لعنة لأجلك حتى أنت وأنا النال البركة بركة يسوع المسيح مع أنه غني افتقر لكي تستغنوا أنتم بفقره تصور المسيح جاء ما نسميه المبادلة العظمة حتى يأخذ ويحمل خطيانك في جسده ويعطيك بره تقف بار ومبرر أمام الله كأنك لم تفعل خطية أخذ أسقامك وحمل أمراضك حتى يقدم لك الشفاء يسوع المسيح يعني افتقر حتى أنت تستغني حتى تحصل على بركات الله ونعم الله من خلاص وبركات إلى أبد الآبدين بصلي أنك فعلا تيجي للمسيح من خلال عمله وصليبه إلى اللقاء ربي باركك